السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بمتتبعي القناة جمعة مباركة للجميع نغتنم هذه الفرصة كذلك باش نتكلم في احد الموضوع اللي يعني اثارني كثير وقاسني في العمق اللي هو ربما شافوه المغربة كاملين من تعديك البنت اللي كتوجه رسالة عبر الفيسبوك البارح لصاحب الجلالة الملك البلاد لانها يتيمة الاب والام ديالها كانت موظفة وهي المعيل الوحيد لهذه العائلة هادي جوج ديال اللي ابنت يعني واحدة عندها واحدة وعشرين سنة والخرى قاصرة تتقرى في التعليم الخصوصي كتقول لنا بعد ممت ماماها المؤسسات اللي كتكلف بصرف المعاشات رفضت ليهم صرف المعاش وقالوا ليهم حي تمكن شباباكم ميمكن لينا نصرفوا لكم احتى حاجة هاد البنت هادي رغمها الحصرة اللي هي فيها ورغمها الحرقة اللي هي فيها إلا أنها كانت تعبر بواحد الأسلوب آآ راقي بواحد الأسلوب حضاري وكتطرح تساؤلات كتطرح تساؤلات آآ للناس ديال الإدارة وكتطرح تساؤلات المشريع المغربي وتتقول ليهم أنا فهموني غيب العقل كيفاش يمكن الإنسان عقلي حط بحل هاد القانون هاد لأن ماماها ثلاثين سنة وهي كتخدم ثلاثين سنة وكالاقتطاعات ومن بعد ما ماتت هاد البنت هادو ما يديو حتى شي حاجة آآ والآن كم من ذلك كتقول باللي حتى ديك العشر الاف درهم اللي ما غادي تكفي حتى ديش حاجة تتقولك العزو ديال ماماها كالوليها غايحيدو منو آآ حق باباها اللي هو أصلا متوفى وغاديحيدو منو حقها هي لأنها تعتبر بالغ ودك شوية اللي يبقى على حساب أختها صغيرة ولي غي يعطيهم في العزو وحتى شي حاجة أخرى من غير هاد شي مكينة آآ الطريقة باش كاتت هدر هاد البنت هادي كاتبين على أنها تلقت أخلاق عالية وحميدة إنما قلت حتى شي كل ما خرج آآ على الإطار أو خرجة على السواب إنما تتطرح بتأسي وتحصر أسئلة وجيهة تتقولون ما ش بغيتونا نخرجو الزمقاء واش تتقولون لي خرجو الزمقاء واش نتتقولون لي خرجي الزمقاء باش تقري يخطك هدا موضوع جاء بغتا هدا موضوع اللي الإنسان لازم يتكلم فيه نحن كانوا جهود تساؤل والأسئلة ديالنا للنواب الأمة والإدارات ديال الدولة آآ لازم القانون يتبدل إن بحالة الحالة هادي يتصرف لهم المعاش انتع الوالدة ديالهم باش يقدروا ديك البنت الصغيرة تقرأ واختها تكون الموعيل ديالها ويزيدوا اللي قدام وما يخرجوش يكونوا لنا آآ بنات ما صالحينش في المجتمع ما يضطروش يمشيوا الميادين اللي هي معروفة لا داعيا للحاديتي عنها آآ القانون لابد فاش يكون شي قانون في شي دولة وتيكون غير صالح مجتمعيا كينودوا السياسيين اشنو كيديرو؟ كيديرو الإلغاء ديالدك تصويت على الإلغاء ديالدك القانون وتعويض القانون بقانون اللي هو أجداء واللي هو أصح لخدمات الصالح العام ولخدمات المجتمع آآ في الخارج تسميوه الابروغاسيون واحد للوال لي مبقاتش خدامة الابروغاسيون كيحيدوه كيديرو وحد القانون اللي هو صالح آآ الموسيق في القادية هو أنه ما شفت حتى شي ضامونية مع هاد البنات هادو لأن الاقتطاعات الدارت مدة ثلاثين سنة إلا ما يستفدوش منها هاد البنات هادو بش يكملو المشوار ديالهم شكل غايستفد منها؟ فين مشاو هاد الفلوس هادو؟ علش ما يستفدوش منه هاد البناتو؟ علش ما تصانش الكرامة ديال هاد البنات هادو حتى يوصلوه لأنه ما شي صدقة صدقة غادي تعطالهم ولا تيتلبو بها تيتلبو بحق من الحقوق المكفولة دوليا وما غاديش نزلوه إنها ضروع على حقوق الطفل ونضروع على حقوق الإنسان اللي المغرب موقع على المواتق الدولية الخاصة بها هادو تيتلبو حقهم التعب ديال الأم ديالهم والقطاعات اللي تقطعات إنكو كل والد ديالهم دا بغايديرو يعني تحويل المعاش من زوج الزوجة والعكس بالعكس يو الأطفال شنو زي يقول المشريع في هاد القضية فين هما نواب الأمة اللي خصهم في هاد مسائل هادي كنوا في المستوى اللي خصهم يراعيوا را ما شي ما عندناش الحلول الحلول الكافلة را هكينا را خص النية الحسنة والإرادة القوية وحب الوطن وبناء المجتمع الصالح اللي درني في خاطري هو ديك الجمعيات اللي كتدفع على حقوق الإنسان ما بين لها أطار بحال هذه القضايا هادي لأن الأمور ما شاء الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بقى عنا اليوم غير المسترزقون أنا ما كان عممش ولكن الأكترية غير المسترزقون هاد الناس هاد البنات هادو رحص المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي جمعيات المجتمع المدني كاملة ها خصها تضغط وخصها تنوضة وحدة باش يديروا واحد ضغط إعلامي قوي على الإدارات ويديروا ضغط إعلامي قوي باش يتبدل هاد القانون هادو بسرعة المطلوبة باش هاد البنات هادو ياخدوا حقوم وجميع الأطفال لي والديهم كيشتغلوا كيخدموا ويطيحوا في نفس الموقف أن يكون قانون تيحميهم وقانون تيحول لهم المعاش دي الوالدين ديالهم باش يقدرو يستمروا وما يكونوش عور ضل ديئاب الزمان تقدرنا الحال فاش كنشوفو جمعيات الحقوقية ما كيهدروش على هاد الشي هادا كيمشيو المسائل التافهة القضايا التافهة نحن نتشي مصلحة بها النهار اللي يدخلوا ديك الجوج للوالة وطلقوهم بصراح المواقع ديال التواصل الاجتماعي كاملة ناضط نوضة وحدة وضغطوا واحد ضغط راهيم ليجعل القضاء يعاود يدير جلسة جلسة مشاورات ويعاودوا يقرروا الاعتقال هادي قوة مواقع تواصل الاجتماعي ولكن فاش كتستعملها الانسان في الإطار الصحيح هاد البنات هادو وهاد البنية اللي كاتهضر اللي كاتقطع في القلب ما شفناه حتى شي حاجة اناش في الفيديو البارح درني خاطري قدرت له نشر على الصفحاتي اللي في الفيسبوك كان في 12 ألف مشاهدة بعد النشر وصل لشي 17 ألف أو 20 ألف مشاهدة كان طلب من الإخوان كاملين وطلب من المغاربة وطلب من الناس دوي النية الحسنة انهم يديروا حملة وينشرو هادك المقطع دي لديك البنت هديك لان القانون خصوه يتبدل لان هاد البنات هادو خصوهم يتحموه وجميع الأطفال في هاد الحالة هادي خصوهم يتحموه أما مجتمع المدني أنا ما كنعممش ولكن تنقولها وبحكم تجريبة الناس تقول حقوقيين را ما كنشوف حتى شي حاجة بصفة مطلقة را ما كنشوف شي حركة داؤوبة وشي وقفة نضالية وشي ضغط إعلامي صحيح اللي يمكن ليه يعطينا نتائج كيفما كيقدروا يحققوها بعض المسائل التافية وفاش نظر على جمعية المجتمع المداني الخاصة بحقوق الإنسان فكين الجمعيات والجمعيات العامة والمراسي وما نعرف ولكن لا حياتة لمن تنادي وفاش نظر كنظر بحكم تجريبة أنا شخصيا دخلت في ميدان حقوق الإنسان ودخلت له بوحد طريقة يعني كل رغبة وكل حمس فاش نخدمو على مواضيع كبيرة وجاول عندنا ناس والتاصلوا بينا هنا في باريس وتكلمنا ومشينا الدوار أخرى ودرنا محاضرات ولكن سؤال حد فاش حاولنا نتعمقوه في التركيبة من تهد جمعيات أو هد الجمعية اللي كتدعي حقوق الإنسان لقينها فارغة من الجوفاء وعندهم استراتيجية استراتيجية تخلق مكاتب جهوية ومكاتب دولية باش يطلعوا القيمة على رأسهم باش يوصلوا للاتحاد الأوروبي ومن بعد يوصلوا للأمم المتحدة باش يجي الدعم الدولي وما كيتطرقوا حتى لشي موضوع حقوقي على المستوى المركزي ولكن المكاتب المحلية والمكاتب الجهوية والمكاتب الدولية هما لك يتحركوا وهذاك هما تتحركوا على ظهره وهذا الشي هذا يضرف الخطر لهذا أنا كنتمنى أننا نشوفوا جمعية مجتمع مدني حقيقية كنتمنى من السياسيين أنهم يديروا واحد القانون جديد ليحمي الأطفال انتع الموظفين وديل الناس جاع كاملين اللي كيخدموا وعندهم اقتطاعات وكذلك حتى الأطفال المتخلع لهم وأطفال الشوارع وما إلى ذلك إنما شيء الإمكانيات لنقصها التوزيع الحقيقي للتروه هو لنقص فاش كتجي وتتلقى فاش كتجي وتتلقى عندنا ناس سياسيين نواب الأمة اللي كيصوت عليهم المواطن باش يمشيوا يديروا ليه تنمية حقيقية ويديروا ليه قوانين اللي تحميه وقوانين اللي تزيد بالبلاد القدام ولكن بمجرد ما كينجحوا كيمشوا ويدبروا على ناسهم وكيمشوا يديروا قوانين على المقاس لهم هنا الإنسان يستغرب والإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أول حاجة سننديروها في المغرب بالنسبة لها الحالة هذه هو واحد القانون من تعدم الجمع ما بين الوظائف لأن غير السياسيين بعدهم تكلف واحد الميزانية موهولة كتلقى واحد عنده عضو في البرلمان أو رئيس برلمان كيتقاضى الأجرى منتع ذاك المنصب وكيتقاضى الأجرى منتع أنه كان أستجامعي وكيتقاضى الأجرى منتع أنه كان رئيس جهة وكيتقاضى الأجرى منتع أنه كان رئيس بلدية فش يأخذ التقاعد كيأخذ التقاعد على هذا كله كيوصل إلى عشرات المليون 12 مليون على حساب شحال من المنصب كان فيه وهذا يعني هضر للمال العام وهذا نزيف حقيقي فلابد ما الشعب يوعى بش يتحل هاد المشكل هادا بش يداروا هاد القوانين يتفرضوا فالأستاذ الجامعي لما كيترشح للبرلمان يمشي يخدم الصالح العام وياخد ذاك الأجر من حيث ما تجدد ليش العهدة يرجع الوظيفة دياله الأصلية وانتهى الكلام بش يمكن لنا نلقاوا بش نقوموا بهد الحالة الاجتماعية هده هما المواضع الهادفة اللي كانتمنى ان نرواض مواقع التواصل الاجتماعي يتكلموا عليها ويرفعوا صوتهم عليها ويكتروا عليها الضجيج ماشي على التفاهد ان هذا موضوع غاية في الأهمية موضوع اللي يعني انا انا نتمنى تكونوا فهمته كما فهمته أنا انها ديك البنتنا اعتبروها بنتنا داك الموضوع موضوعنا ديك الحالة حالتنا شو يدي الوعي اللي يخليكم ارجو ان تشاركوا دلك المقطع هو على صفحاتي معطاوي بن سلم شاركوه على أوساع النطاق راني كتبتها البارحة لانه لازم ما يوصل المعنيين بالأمر لازم ما يوصل لمن ينتجون القوانين في قبة البرلمان لهذا السبب علشة نقول لكم كما غاربة الصويت هو اولا شهادة امام الله ان الشخص اللي تعطي الصوت ديلك انسان صالح فانتك تشاهد تانيا ما تصوتوش على الانسان اللي ما عندو احتش مستوى احتش يبدو احتش عقيدة سياسية صحيحة اللي ما عندوش مكانة من الوجود ان يدخل يخدم مصالحه ما تصوتوش على الانس اللي ما قادرين شين تجو منظومة قانونية تساير تطورات الاجتماعية لان القوانين التي تسري في القضاء وجميع انواع المحاكم واللي كتبشي بها الدولة والقوانين اللي كتأثر التقاعد والكنوبس وما الى ذلك كلها كتجي من المؤسسة الشريعية فالمشرع لازم ما يكون في المستوى باش يحط قوانين في المستوى وباش يلغي قوانين اللي اكل عنها الدهر وشارب ولا تاخده في ذلك لو ما تلائم وإلا رغادين بشيو بديك البلاد الخراب تم رحنا دائما تنشوفو بلادنا من برا نحن نشوفو شنو كي يضروا في الخارج را عندنا مشاكل بالجملة هاي امراض وأوبئة وفيروسات وما نعرف الناس كنت تتعاملوا معها بجدية نحن كنت نتعاملوا معها بالنكتة ما كنت نتجوا لقاح ما كنت نطوروا بحث علمي ما كنت نديروا حتى شي حاجة وما عندنا اكتفاء الداتي حتى شي حاجة صفة نهائية وتنقوا عرضا لهذه المشاكل هذه هذه نقوا نكتة وعلى ما مميزة على التخلف أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى جميع المغارب وإلى جميع العرب لتفادي مثل هذه الأمور أرجوكم شاركوا ذلك المقطع كونوا إعلاميين بدل الإعلام لأن الإعلام في المغرب رحمه الله لم يعد يغني ولا يسمنوا من جوع لا يسمنوا ولا يغني من جوع نحن كنشوف هذه المنابير جديدة إكران ميكروفون تفهات جرائب لا شيء آخر والانتقائية كون أنتم من يحاسب السياسيين والمسؤولين والصحفيين رصودكم أعلى إلا عرفتو كيف تخدموها ما تخلي وجدوك البنية وبنية أخرين عرضا لهذه المشاكل إن العدل والإنصاف سهل مدام تسيدة موظفة ومدام ثلاثين سنة وعليها اقتطاعات ما يمكن شاء تموت والأولاد يبقى وبلاش ما يمكن ش كما ما يمكن ش باش برلمان يقلس لنا خمس سنين أو سس سنين في البرلمان ويدير المصالح دياله ويدير لابسه ولي ملايري ولي بمرسديس كلاس اس وما إلى ذلك ولا خمس سنين أو سس سنين يخرج بمعاش صحيح ما يمكن ش وزير يجي خمس سنين أو سس سنين أو بعض المرات بعد سنة من تعين دياله يتم الإعفاء دياله ويكون عنده المعاش دياله وزير ما يمكن ش لأنها هذيرا ثلاثين سنة وهي كتخدم السيدة ثلاثين سنة ديال الاقتطاع ماشي خمس سنين خمسات المرات ست سنين خمسات ديال العهدات برلمانية ولا وزارية ولا حكومية ولا اسمية وكي بغيتها وهي كتخدم عرق الجابين والاقتطاعات ومدام رجلها ميت مجرد ما تموت هي بنيتها هما الولين يتلحوا الشريح ولكن هذه هي الدولة اللي بغيتها تكون عندنا وهذه القوانين اللي بغيتها تكون عندنا فلكم ذلك ولكن تقول الأمر بغين يتغير فعلى الأقل نشوفوش حملة شريسة عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب ومنابر الإقصاد هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة